اشتركوا في القناة الآن على مشارفي شهر الله الأعظم شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الصيام ونعمة القيام وأن الله تعالى يرفع عنا وعنكم هذا البلاء وهو على كل شيء قدير بدءا شهر مبارك وأعمال مباركة إن شاء الله تعالى وتلاوة مقبولة لكتاب الله الأعظم وصياما وقياما يقع موقع القبول عند الله جل شهره تقيقة هذا الشهر المبارك شهر رمضان من المصادر الزمانية للبرك تعرفون أن الله تبارك وتعالى يتقرب إلى عباده وهذا الشهر هو شهر أنزل الله تعالى فيه كتابه الكريم وهذا الكتاب هو كتاب هدى وكتاب قربة إلى الله تبارك وتعالى من خلال ما يحتوي على هذه المعارف الإلهية ويعتبر المعجز الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وأيضا هذا الشهر هو شهر الدعاء الله تبارك وتعالى ندب عباده في أكثر من آية قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعائكم ادعوني أستجب لكم في آية أخرى وهذا الشهر الكريم حقيقة هو من الشهر الذي يتهيأ فيه المؤمنون بالوفادة إلى الله تبارك وتعالى أحببت هنا بإنجاز أن أبين بعض الأمور بالأول أن هذا الشهر هو شهر المغفرة كما قلت هو من المصادر البركة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لنا فعلينا أن نستثمرها إلى أقصى ما يمكن لنا من الاستثمر وهذه الأزمان عندما تمر علينا في كل دقيقة وفي كل ثانية هي بالنتيجة أعمال ستعود علينا يوم الأرود يوم القيامة وأي لحظة من اللحظات عندما نفرط فيها فإننا سنندم عليها بإمكاننا أن نجني فيها من البركات الشيء الكثير وبإمكاننا أن نتركها ولا نستفد منها وبالنتيجة سننال الحسرة والعذب الله يوم القيامة المسارع إلى المغفرة الإلهية الله تبارك وتعالى قل وسارع إلى مغفرة من ربك لاحظوا فضلا عن كون هذا مطلب شرعي للإنسان إنما يسارع يحث الخطأ في مقابل التباطئ والتكاسل لا بد أن يسارع إلى شيء فيه فائدة له فيه مغنم كبير فيه آثار تترتب على هذه المسارع القرآن الكريم يقول سارع إلى مغفرة من ربك فإذن المسارع تكون لغاية ما هي هذه الغاية الغاية هي لمغفرة لاحظوا إخواني فضلا عن أن هذا مطلب شرعي على الإنسان دائما يستغفر الله تبارك وتعالى وفوائد الاستغفار فوائد كثيرة فضلا عن ذلك أن هذا فيه مطلب معرف كبير أن الله تبارك وتعالى يغفر فهو الذي يغفر الذنوب فهو غافر وهو غفور وهو غفار لاحظوا اشتقاقات هذه المفردة في الأدب العربي هناك بعض المفردات تدل على المبالغة على سعة إما تكرر الفعل أو سعة هذا المعنى ونقول الله سبحانه وتعالى غفور كثير الله تعالى كثير المغفرة لعباده الإنسان يذنب ويستغفر الله تعالى يغفر ثم العبد لسبل أو بآخر يعيد كرة الذنب ثم ينتبه وأيضا يعيد كرة الإنابة وطلب المغفرة من الله الله تعالى يغفر الله تبارك وتعالى صفاته وأسماؤه الحسنى لا بد أن نستثمرها لا بد أن عندما نقترب من الله تعالى في هذا الشهر الشريف نستفيد من البركات التي هيأها الله تعالى الله يطلب منا المسارعة إذا تباطئنا وتكاسنا ستفوتنا تلك المغفرة الله تعالى كما يتقرب إلينا وسيأتي بعيد ذلك شيء عن ذلك يريدنا أن نتقرب إليه الله تعالى أرادنا أن نكون من عباده الصالحين ولعل أشرف كلمة أفضل كلمة هي كلمة العبد عندما يكون هذا العبد قريب من الله ويعمل ما أراده الله تبارك وتعالى هذا شهر فضيل وشهر كريم الله تبارك وتعالى أغلق أبواب النيران الله تعالى فتح أبواب الجنان نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يفتح لنا أبواب النيران وأن لا يغلق بوجوهنا أبواب الجنان ولكن علينا أن نتهيأ كل هذه المغفرة والمسارعة في هذا الشهر الشريف تحتم علينا أن نبذل قصارى الجهد فيما نحن نقبل عليه إن شاء الله تعالى من هذا أو في هذا الشهر المبارك وقت الثانية أحببت أيضا أن أبين طبعا الله تعالى الاقتراب منه العبد يكون قريب الله يكون قريب قطعا هو ليس القرب المكاني تعالى الله عن ذلك علوا كبير قطعا هذه القرب هو القرب المعنوي أن العبد قريب من الله الله قريب من العبد لاحظوا بعض الآيات الشريفة تبين قدرة الله تعالى ولقد خلقنا لإنسان الله تعالى خلق الإنسان وأوجده من العدن إلى هذا الوجود المضار ثم يقول ونحن أقرب إليه من حبل الله تعالى قريب من عباده وهذا القرب حقيقة فيه مفهوم تربوي كبير لنا أول مفهوم هو مفهوم الرقابة الذاتية أن الله تعالى قريب مننا دائما في كل زمان وفي كل مكان وهذا القرب يجعلنا نحن نشعر بالرقابة منه علينا والإنسان إذا استحضر هذه الرقابة سيستقيم سلوكه سيحاول أن يحدد كثير من خطواته قبل أن يخطوه وأيضا هذا المفهوم القرب يقول إنسان يجعله دائما قويا لأن الله تعالى قريب منه فإيجاد حالة من التوازن في شخصية الإنسان المؤمن عندما يتأمن في هذا القرب يجعله إنسانا متوازنا هذا المفهوم مفهوم القرب حقيقة مفهوم مربي هذا الشهر مبارك نقرأ في بعض الأدعية لاحظوا هذه الفقرة التي تكون في دعاء أبي حمزة مثلا قال وَإِنَّ الْرَاحِلَ إِلَيْكَ قَرِيبُ الْمَسَافِةِ الإنسان عندما يتعامل مع الله تعالى الإمام يقول إن الراحل إليك قريب ليس بين العبد وبين ربه حواجز نعم العبد قد يحجز نفسه بسبب المعاصي لكن ليس عليه أن يستسلم لذلك عليه دائما أن يقترب من الله تعالى الله تعالى واسعا نخير نقرأ دائما يا سريع الرضا والله تبارك وتعالى يرضى لعباده لأننا ليس لنا خيارات إلا الوفود إلى الله تعالى بالنتيجة إما وفادة خير إن شاء الله تعالى أو لا قدر الله وفادة سوء بالنسبة لنا إذا كنا في جهة النار أو الجحيم والعيذ بالله هذا الشهر المبارك واقعا هو شهر الإقبال إلى الله تعالى الله تعالى يتحبب إلى عبده والتحبب بلا أن يكون الله محتاجا إلى العبد ومن صفاته يا حبيب كما قلنا سابقا من تحبب إليه الله تعالى ممكن أكون أنا حبيب الله فلان حبيب الله آخر حبيب الله بشرط أن نحن نتحبب إلى الله تعالى بكيف نتحبب إلى الله نتحبب إلى الله تبارك وتعالى بالطهع نتحبب إلى الله تبارك وتعالى بأن نحاول قدر المستطاع ما دمنا في هذه الدنيا نحاول أن نرضي الله تبارك وتعالى وفقنا فبها ونعمة وأنتم تعلمون أن نطاع التوفيق اللهم إني أسألك توفيق الطاع وإذا لم يسعفنا الحظ في ذلك نحاول مرة مرتين ثلاثة أن لا نيأس من رحمة الله تعالى ولا نيأس من انفتاح أبواب الرحمة الإلهية كلما طلقنا من لجه ولجه هذه المفاهيم تتعزز عندنا في شهر رمضان حتى نستفيد منها إلى ما بعد شهر رمضان قوام الإنسان بالعلاقة مع الله تبارك وتعالى وكلما كانت علاقة الإنسان مع الله تبارك علاقة قوية وعلاقة العبد مع سيده يشعر الإنسان حقيقة بالقوة وبالمنع هذا الشهر الشريف هذه الأيام حقيقة من الأيام التي يطور الإنسان فيها نفسه من خلال الأخلاق يقوي أخلاقه يبدئ الحسنات إلى الآخرين ويعلم الناس أيضاً فضلاً أن يتعلم بنفسه يعلم الناس التراحم والتوادد يحاول أن يكون صادقاً مع نفسه ولعله يوفق إلى أن يكون من عباد الله الصالحين الذي يباهي الله تبارك وتعالى به ملائكته هذا الشهر ندبت إليه قضاء الحوائج ندب إليه البر إلى الناس ندب إليه أشراك الناس بالدعاء وخصوصاً نحن في بلاء والدعاء يرد البلاء ولو أبرم إبراما كما في الرواية الشريفة الإنسان مع غض النظر سأتي إلى نقطة أخرى إن شاء الله بعد ذلك مع غض النظر عن الأسباب الطبيعية للبلاء مع غض النظر الأسباب الطبيعية تحفظ لكن طريقة تعامل مع البلاء كيف تكون لحظة البلاء يأتي على الجميع طريقة التعامل مع البلاء كيف تكون هذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية في علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى إذا حل بنا البلاء كيف نستقبل البلاء نستقبله بحالة من اليأس حالة من الإحباط أو نستقبله بأدوات الاستعداد التي هيئت أو التي هيئناها قطعا نستقبلها بأدوات الاستعداد التي هيئنا من جملة الأدوات نحن أن نقبل على الله تبارك وتعالى نتقيد كما سأبين بعيد ذلك نتقيد بما يقول فيه أهل الإختصاص وأيضا نكمل ذلك بمقتضى عقيدتنا بمقتضى التزامنا بمقتضى معرفتنا بأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فلا بد أن نتعامل مع كل الأشياء مفق مخزوننا المعرفي ومفق مخزوننا الديني ومفق مخزوننا العقدي نتعامل مع هذا يخفف عنا ولعله يرفع عنا البلاء على كل حال أخواني أنا أحببت أن أدخل إلى يعني هذه البداية المباركة من شهر رمضان المبارك لتعزيز هذا المفهوم القرب إلى الله تبارك وتعالى عسى الله تعالى أن يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء إن شاء الله تعالى من الأمور التي أحببت أيضا أن أبين هو الوضع الصحي كما تعلمون أن العالم أموما يعاني من مشاكل بسبب فيروس كورونا وأيضا أن بلدنا العراق أيضا يعاني من هذه المشاكل وإن كان إن شاء الله تعالى يعني نسأل الله أن يعافي الجميع وأن يمنع على بلادنا بالعافية وأن يجعل هذا البلاء يسرع الله تعالى بالانتهاء من هذا البلاء إلى غير رجعة إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالأمر الصحي أحب أن أنبه إلى قضيتهم قضية تتعلق بعموم الناس يعني غير الكوادر الصحية أو الجهات الصحية بتعبير أذق والأمر الثاني يتعلق بالجهات الصحية أما ما يتعلق بسائر الناس أحب أن أقول هو لابد من الالتزام بجميع الإرشادات والتوصيات التي تبينها الجهات الصحية المختصة وذلك لأن هذه الإرشادات إنما كانت لسبب تقليل أو انعدام انتشار هذا الوباء هذا الوباء ليس فيه مجال لإبراز قضية تسمى شجاعة ليست هي معركة بين شخص وآخر وأنما هي من الموارد التي يتحتم على الإنسان أن يحفظ نفسه من هذا الخطر من هذا الوباء غير مرخص للإنسان أن يجازف بشيء وهو يعلم بل حتى يطمئن اطمئنان أن هناك مشكلة صحية تؤثر عليه أولا وتؤثر على الآخرين ثانيا فلا بد من التقييد بكل الإرشادات والنصائح والتعليمات التي تأتي من الجهات المختصة نعم قد يكون الحجر الصحي قد يكون ثقيلا على الناس خصوصا أن المسافة قطالت بعض الناس بدأت تضجر هذا حق لكن يبقى لا يكون مبررا وقلائيا إلى أن نخرق الضوابط الصحية لأن محتملات ذلك ستكون كبيرة وكثيرة علينا لا قدر الله نعم نصبر الإنسان من جملة ما يصبر يصبر على ما يكره الناس تكره أن تجلس في البيوت صحيح لكن عليها أن تصبر على ذلك لأن هذا الصبر إن شاء الله تكون عاقبته حميدة تقليل الخسائر وتخفيفها ولعله يكون سبب إلى الانتهاء من هذا الوباء في أقرب وقت والأمر الآخر المتعلق بالجهات المعنية نرجو طبعا قبل ذلك يعني نشد على أياد كل الجهات الصحية التي ما فتأت تبذل جهدا بعد جهد وهمة بعد همة وحقيقة جزاها الله خير الجزاة وليس لي عندي كلام بعد أن أفتى سماحة السيد أطال الله عمر الشريف بإعطاهم تلك المواصفات الكبيرة في الاستفتاء السابق لكن أحب أن أقول أن هذه الجهات الصحية أيضا يجب عليها أن توحد خطابها حتى لا نكون نحن الذين ليست من أهل الإختصاص نكون يكون عندنا تشويش في الخطاب الصحي تكون هناك مركزية في الخطاب المعلومة تأخذ من جهة مركزية وأن لا تخضع إلى ضغوطات قد لا تكون هذه الضغوطات غير علمية نعم قطعا البلاد فيه جهات متعددة أنا أتكلم فقط عن هذا الجانب وهو الجانب الصحي لأن الناس تثق بالتوجيهات الصحية لابد التوجيهات أيضا أن تكون مبنية على هذه الأسس العلمية الرصينة وأن تكون واضحة ويكثث الإعلام وأن نعيش دائما أجواء الوجود الصحي الذي يريد أن يحافظ علينا فإذن هناك مهمة مهمة إلى سائر الناس ومهمة إلى هذه الجهة سائر الناس أن تتقيد وأن تسمع وأن ترتب الأثر على النصائر والجهة الثانية هي الجهة المسؤولة عليها أيضا أن تهيئ دائما المعلومة الحديثة من جهة مركزية واحدة معرفة لنا لا نقع نحن في نعم قد يكون نستم الأهل الإختصاص لكن خلال ما نسمع قد يكون هذا الوباء وباء جديد على البشرية ليست هناك معلومات وافية وكافية عنها لهم الحق في ذلك لكن في مقام الحفاظ على النفس نحتاج إلى يعني بيانات أوضح وفهم آخر بالنسبة للسائر الناس حتى يترتب الأثر ونسأل الله تعالى أن يرفع البلا طبعا ختام ذلك أحب أن أختم في بعض الآيات الشريفة التي وردت ولعله فيها إشارة لما أحب أن أبين ألا وهي الآية الشريفة في سورة البقرة 177 بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذو القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية الشريفة حقيقة هذا شهر شهر العطايا وشهر الجوائز من الله تعالى وشهر البركات الناس عندما تتراحم فيما بينها الله تعالى يفتح لها أبوابا إلى الفرج الناس الآن أغلب أعمالها تعطلت بسبب الوضع الصحي وجزى الله تعالى أهل الخير والميسورين أن يساعدوا الفئات التي تضررت هذا لا بد أن يكون ثقافة عندنا دائمة الله تبارك وتعالى يريد منا أن نتراحم يريد منا أن يشد بعضنا بعضا في السراء وفي الضر الضرر الآن عندما يصيب المجموع قد عنهما اكتفاوت بأثل الضرر لكن أناس الآن قد لا يحصل على قتة يومه وجاءه الشهر الشريف ويريد أن يصوم وهنا أناس بعض الناس تضرت المصالح لكن أيضا هم لا زالوا يتمتعون به يسر من المال يكفيه على أنه له وللآخرين الندب ومساعدة الآخرين قطعا يعجل برفع البلاء أنا أقول مع الأسباب أخواني نحن في عقيدتنا نؤمن بالأسباب الطبيعية ونؤمن بالأسباب الغيبية الأسباب الطبيعية تتأثر بالأسباب الغيبية والدعاء والتراحم والمساعدة يؤثر كثيرا على رفع البلاء وهذا أمر مردوده إيجابي علينا جميعا في عقيدتنا وفي تاريخنا الإنسان مريض بأسباب الطبيعية مريض الصدقة تعجل بالشفاء بل قد تشفي هذا المريض الصدقة فعل شرعي فعل كوني لكن فعل شرع إنسان يخرج مال من يده يتصدق على الآخرين ربط الصدقة بشفاء المريض هذا أمر غير محسوس بالنسبة إلى الأسباب الطبيعية إنما أسباب غيبية الله أدبنا الله ربنا التراحم صدقة السر تطفئ غضب الرب إنسان يتصدق سرا تطفئ غضب الله تبارك وتعالى وغضب الله يشتد أن يصل الغضب إلى أن ينتقم الله تعالى من الكافرين من المخالفين لطاعته من العاصين لكن هذه الصدقة تجعل الذي خالف طاعته تجعله في مأمن لأن أطفأت غضب الله تبارك وتعالى بعض القضايا من هالقبيل كثيرة لو أردنا أن نحصيها نحصيها الدعاء ربط بالبلاء ربط حقيقي الله تعالى إنسان يدعو الله يستجيب الله يرفع البلاء هذا الشهر كما قلت في البدء هو شهر البركات نعزز هذا الشهر بالتراحم والتوادد والبر الذي أشارته الآية ذكرت به هذه الأوصاف وأوصاف هي هذه لاحظوا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَةِ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَدِهِمْ إِذَا عَهَدُوا لاحظوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ بمجموع صفات في هذه الآية 170 في سورة البقر فالمأمول ونحن على أبواب هذا الشهر المبارك وفي الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى نسأله أن يرحمنا برحمته وأن يرفع عنا البلاء وأن يجعلنا دائما من العباد الذين يرضون بما يقدر ومن العباد الذين يدعونه فيستجيب له من موارد الإجابة أخواني هو هذا التراحم والتوادود والمساعدة فيما بيننا عسى الله تبارك وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة كما أملنا ذلك ونقدم شفيعنا النبي المصطفى وآله أمام حاجاتنا في هذا الشهر الشريف وفي كل شهر وفي كل يوم وفي كل ساعة عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ويرفع عنا وعنكم العذاب لمحمد وآله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر